الدكتور الهواري والحزبية البغيضة حتى لو كانت على حساب التوحيد يقول الدكتور الهواري وأنا أذكر كنت بتكلم مع واحد قلت لهذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده مرغم دماء صبية لكن الجماعة عندها رئيس الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد ما تقوم فإذا لم تكن هذه أبغض صور الحزبية فلا أظن أن هناك حزبية هل قرار الرئيس مقدم على الكلام في التوحيد أو على إقامة محاضرة في التوحيد الخالص ولاحظ أنه مجرد رئيس جماعة دعوية وهل هذا أشبه منهج السلف الذي أساسه هو الدعوة إلى التوحيد وأنه عن الشرك لا طاعة رئيس الحزب وإنما الأساس هو التوحيد كما قال الله تعالى أم هذا أشبه بدعوة أهل البدع من الحركيين وغيرهم أترك الجواب للمستمع المكرم بعقله وأن يستمع إلى كلام الدكتور الهواري مرات ومرات وهذا الكلام بصوته أمامك واضح ومهما حاول أن ينكره وأنه لم يقله وأنه لم يقل هذا الكلام بنصه فهو واضح أمامك وموجود بينه ثم أتى الدكتور الهواري بعد ذلك وقال في لقاء له وحاول أن يبرر كلامه ويكذب ما قال هو بنفسه جلست مع شباب الجامعات في مسجد المزاد ودار بيني وبينهم حوار من صلاة العشاء من صلاة العصر إلى صلاة العشاء فبعض الشباب ما خرج من كل هذا الزمن إلا بجملة كذب فيها أنا تعرضت لمحاضرة فأثناء كلامين سألوني عن محاضرة يسيمة لعبوباب فأنا قلت نظرا للملابسات التي صاحبت هذه المحاضرة وأنها لا داعية لها وأنها أتارت فتنة فالشيخ أبو زيد يقول اترك هذه المحاضرة وأنت تصر على إقامتها هل انتهى الوقت؟ هل قامت الدنيا؟ هل هي هم محاضرة؟ حتى ولو كانت في التوحيد مش تاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة تانية؟ حرقوا هذه الجملة فقالوا الهواري يقول لو منعك التنظيم من الكلام في التوحيد تمتنع والله يعاد هذا كذب جديد نهائي ما لنصيره أولا لم أذكر كلمة تنظيم بل تحاشيت أن أقول رئيس انصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم وإنما قلت الشيخ أبو زيد باعتباره عالما ثم أترك هذا كله لو أنت جيت وشاورت الشيخ أبو قلت أنا عايزة أقدم محاضرة في التوحيد في ظروف كذا وكذا فقال لك والله هذه الظروف الآن ما مناسبة أصبر يومين وثلاثة تعالقوا يوم المحاضرة هل معنى هذا أنه قال لك لا تتكلم في التوحيد؟ يقول لم أذكر كلمة تنظيم بل تحاشيت أن أقول رئيس انصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم والآن هو قال الرئيس في هذا التزيخ الجماعة عندها رئيس الرئيس قال مرغوب حتى لو في التوحيد مرغوب هنا يقول بل تحاشيت أن أقول رئيس ويظهر هنا واضحا أنه قال الرئيس إذن شباب داوة السلفية بالجامعات لم يكذبوا عليه كما الدعاء وإلا ما الدكتور الهواري هو الذي كذب عليهم واتهمهم بما ليس فيهم وأقول حتى لو قال الهواري الشيخ أبو زيد باعتباره عالما لو قال محاضرة ولو كان في التوحيد توقف توقف فهل يستمع كلام العالم في ترك محاضرة في التوحيد؟ وهل هذه إلا العصبية لأقوال الرجال على حساب أهم شيء في المنهج هو التوحيد؟ وهل هذا يعتبر مخرجا للدكتور الهواري؟ وأن تبريره بما إذا كان الوقت غير مناسب أو ضرف كذا وكذا ويمكن أن تحاضر مرة ثانية فهذا كله خطأ من وجوه الأول أن الدكتور الهواري لما قال كلامه الذي أخذه عليه الطلاب السلفيون بالجامعات لم يكن فيه كل هذه التبريرات واستمع إليه مرة ثانية وأنا أذكر كنت بتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده مرغم دماء صبية لكن الجماعة عندها رئيس الرئيس قال مرغم حتى لو في التوحيد مرغم بل وجدت نظر تسجيلا آخر يؤكد كلامنا وكلام طلابنا السلفيين بالجامعات لما جات محاضرة تلي أقودان أنا قلت هذه المحاضرة أقيمت باسم جماعة الفرسل ورئيس جماعة الفرسل قال توقف هي توقف ولكن تأقل هذا الكلم الواتو الثاني أن الدكتور الهواري الذي يحاول أن يبرر الآن بأنه لم يقل ذلك وأنه قال تؤجن لوقت آخر هو نفسه الذي سماها أي محاضرة العقوبة سفها إيه جيب إيه جيب إنت عمت كل انتماء في الدعوة أنت تنتقد محمد حسيني عقوب وتقيم فيه كلام عبرات ويروس وجرح ونقد أنا قلت عندي ذا والله يسفها يا شباب على إجمع كامل الاحترام لكن عندي ذا سفها فهل السفه يجوج عند الدكتور الهواري إيقانته بعد حين وهو سفه عنده وأيضا قال محاضرة العقوبات غيب ولا تجوز واستمع إليه الآن يقول لك الشيخ قال أو فلان قال دليل بشنوال دليل الآت واحد لأن هذه محاضرة قائمة على جرح شخص علنا وهو من أهل السنة فهي في الأصل غيبة ومجالس الغيبة من الزور الذي نحى الله تعالى عن غشيانه والجلوس إليه فكيف يأتي ويقول الآن مش تاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة تانية كيف يقول غيبة ولا تجوز وكيف يأتي الآن ويقول في معنى كلامه تؤجل وهل الغيبة عندما تؤخر أو تؤجل تجوز عند الدكتور الهواري وأما تبدور بأنها غيبة لأنها قائمة على جرح رجل من أهل السنة كما قال الدكتور هذا كلام باطل لأن محمد حسين عقوب ليس من أهل السنة كما نقلنا تبديع العلماء له في محاضرة العقوبات وحتى لو ندخله الدكتور الهواري في أهل السنة عنده فإن الرد على من نشر خطا ولو كان من أهل السنة دين وعبادة وسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس غيبة محرمة كما نشر الدكتور الهواري لما نور النوري عليه رحمة الله ذلك الإمام العلم في كتابه رياض الصالحين بابا وأسماه باب ما يباح من الغيبة وقال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن رسول إليه إلا به إلى أن أورد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العاصى عن عاتقه متفق عليه فرواة لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهؤلاء صحابة فما بالك في الكلام في محمد حسين يعقوب إذا كان بحق ودليل ترجمة نانسي قنقر